Analyze Research Papers at Superhuman Speed يعني هتقدر تلخص اي ورقة بحثية بسرعة الساروخ وطبعا انتوا عارفين انا بحب الحتة بتاعة Trusted by Researchers at منهم هارفورد ولو جينا هنا نستعرض الخطة هنلاقي فين عندهم basic خطة مجانية ولكن للأسف هو بيدي لك 5000 كريديتس one time مش بيتجددوا زي هنا لو اشتركت بعشرة دولار هتاخد 12000 كريديتس per month فدي بس ايه المشكلة وده طبعا في رأيي عيب كبير يعني انا عملت اكاونت واشتركت وهو مع اول سرش عملته خصم على طول من الكريديتس الخمس تلاف المهم في البداية هذا هو الشكل هتيجي هنا هتعمل لنفسك اكاونت sign up بعد كده بتكون قدامك الداشبورد بتيجي تكتب هنا اي سؤال انت عايزه بتطلع لك على الشمال البيبرز بتاعتك هنا بتطلع النتائج هنا على الشمال البيبرز وهنا على اليمين الابستراكت سامري وهنا ده الاكاونت بتاعي كتب تلو سؤال how to integrate culture into the language classroom وبيجيب لي هنا اختيارات وهنا جاب لي الفاينال انسر هي دي وجاب لي البيبرز وعلى اليمين الابستراكت سامري حاجة معينة عايز اطلع عليها اجي على الاول ده مثلا اضغط هنا واضغط تاني على انفسي انتقلت مباشرة الى تفاصيل هذه الورقة البحثية زي من تم شايفين ارجع تاني اجي هنا اختار مثلا ايوه هذه الورقة البحثية لمحمد رافي واضغط اه دي من 2019 25 citations وجميل اوي بقى هنا ان open in new tab semantic scholar طبعا المفضل عندي وانتم معارفين كل تفاصيل هذه الورقة البحثية اهو اسم محمد رافي اتال اللي يعرف اتال يعني ايه يكتب لي في التعليقات view via publisher هنا بس للاسف برضو هنا ما عنديش كل ال paper انا عايز اشوف ال paper ذاتها اعمل ايه هنا بيقول لي طبعا access through your institution او access and purchase options انا هنا لو عايز اشتري هذه الورقة البحثية مجانا هتعملوا ايه بقى خدوا نفس عميق وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا شو بقى انا هعمل معاكم هنا ايه هنروح الى هذا الموقع cihub هو ده اسمه كده وانا كتبه لكم من بين محركات البحث الاكاديمية للحصول على اي اطروحة او اي research paper موجودة في الكورس اللي انا عملته لكم من يومين وانا بدعوكم اي حد بيسمعني ولسه ما اخدش ومشتركش في هذا المصدر يروح ويشترك هو ده اه هو الله free مش هتدفع حاجة هي دي التفاصيل بتاعته كلها طبعا علشان انا الادمن فكل عاجة بتتفتحلي لكن لو انت ضغطت لا لازم تشترك الاول وبلاش على فكرة بس تكتب الايميل بتاعك وباسورد وخلاص اللي انا عايزها هي دي اه هي موجودة هنا شان يعني هو مصادر الاطرحات موجودة اي صاي هب جينا هنا اعمل ايه بقى شوفوا بقى السحر اللي هيحصل هاخد العنوان زي ما هو كده هي دي الفكرة العنوان كامل واجي هنا وبيست للعنوان واقول له open ايه رأيكم هذا هو السحر اهو محمد رافي كل حاجة اهو 15 صفحة ايه رأيكم بقى حاجة ولا في الخيال الحاجات دي كانت موجودة فين زمان ما كانش فيه طبعا الموكل اسمه صاي هب بصوا كده اقرو اه والله زي ما انتم شايفين كده لا مش غلط بجد مقرب على 16 مليون زيارة شهريا طبعا حاجة يعني ولا في الاحلام ولا في الخيال اذا نرجع بقى لما رجوعنا هذا هو ده موقع illicit.com ودي الطريقة يبا انت لو جيت هنا وعملت السرش بتاعك ومش لاقي تفاصيل الحاجة انت عايزي الريسرش بيبر ذاتها خد العنوان وروح على ساي هب واكتب العنوان وان شاء الله تلاقي الريسرش بيبر كامل كنوز كنوز والله كنوز يا شباب هذه روائع والله عارفين مغارة علي بابا للبحثين هي دي مغارة علي بابا طيب يبا دي الطريقة وده الموقع وهذه هي الاستراتيجية بتاعته طبعا في النهاية لو سمحتم انضموا الى القافلة انضموا الى قناتنا على التليجرام هل انا يعني بستفيد حاجة هل بيجي لي مثلا فلوس من اشتراككم على قناة التليجرام والله لا على التليجرام ولا على الفيسبوك ما بيدخليش جنيه دولار بقول دولار ما بيدخلش دولار ولا حاجة خالص انتم عارفين المشاهدات على اليوتيوب قليلة جدا ليه؟ لان واحد زي حالاتي بيتكلم عن البحث العلمي وبيتكلم عن اشياء مين هيتفرق مفيش طبعا مشاهدات خالص المشاهدات قليلة لكن هي رسالة وانا صاحب رسالة ومؤمن باللي انا بعمله علشان كده بكمل حتى لو اللي بيشوفني شخص واحد ده لانا حبيت اقوله يا شباب في هذا الفيديو سبحانه خضهم ربنا وبحمدك اشهد والله الا انت استغفرك واتوب شكرا